السلام عليكم معكم الشفو اللي ان شاء الله تكونوا بخير ساحتكم لا بس رجعت لكم اليوم بهذه الوصفة اللي كنت تشوفوا فيها تحليا ولا نقدر نقوله طرطويلات وفراز على بل بليك الناس ما كاشي ما يحبوش لي طرط خاصة في شهر رمضان في صهارة رمضانية والاحتة في صحور أنا شخصيا نموت على لي طرط وفراز سي بورسا حبيت نشارك معكم هذه الوصفة على بل يحتاج بكم بالمزاف وشوفوا القاوم تحكف جل داخل الله كرام جات فريم شوفوا الداخل نكتب عليكم شاهدكم كامل في الجنة هكذا بشترحوا كامل تجربوا لي الوصفة اول حاجة كاكوت لاحظوا معي نقول له بسم الله الديت 300 قرام تاع فارين نستعمل فارينة سوسيمي سافيك توجر نقول لكم غرب لولا فارين تاعكم هكذا بش نحولها كامل الهواء ليكون الداخل راح نضيف عليها 75 قرام تاع سكر ناعم من 70 إلى 75 قرام يعني نضيف عليها هنا يا شوية لفاني لفاني شوية الملح من قدر نقل لوجوش قرصتها الملح هكذا يا معه 150 قرام تاع المارغارين تكون بدرج حرارة الغرفة هنها يا شوفون زيت شوية تاع تخيمولين هاد تريمولين دوكا ما نباليش اسكو عندكم لما عندكم انا نستعمل تريمولين بش لالوصات نخليها تريح ساعة عبرك في التلاجة داما كان ونبدأ نخدم بها صبليتها كامل بنيت دي اداما كانت شانتكم تخيمولين دي تغير مغرفة صغيرة تاع تخيمولين اي تباة تتباة عن اللي بعواليتي من الحلوية تقول وطنة تريمولين ديرو غير مغرفة صغيرة داما كانت شانتكم تديروها سيبا قرار سحخلو لالباتايكم تريح مليح في التلاجة حد تلت سوايا عقدك في التلاجة وش مطلح لكمش صبريتها كامل بنيت دي ودفت لها حبابيت كومبلي مع صفر بيد حبابيت لازم تكون شوية كبيرة هاقدان طبميت لالباتاي دا وش فيها ني بلوس ني مو ما ديروها ش خاميرا كيميائية عمركم في لتار سويلات ديرو خاميرا كيميائية دا وش فيها تحبابيت كومبلي مع صفر بيد دا وش فيها الفخيزاج كي ماشتو الفخيزاج معايا في الفيديو نعود نرجحها في كيس بلاستيكي ونخليها تربوزي على الاقل ساعة في التلاجة كيدت لاتخيمولين دا وكتخيمولين اذا ما درتوش خلوها تربوزي جو سوايا حتى تلت سوايا في التلاجة عدا ما كان بخصوص كرام باتي سيارتانا نجم تبعوني خطوة بخطوة ديت واحد لليتر تال حالب نحطوه في القنار حتى يبدأ يغليلي خليتو واحدو من جهة اخرى نحكم غي سيبيون هادي الوصفة الاصلية تاكلام باتي سيار من باتي سيار من باتي سابلي وصفة اصليا نتابعوني الوصفات الاصلية من حبش ندون نيقوش نيادروات ونبدأش نخلط دا تبعوني خطوة بخطوة ديت لاتة سفار بيت مع كالسكر اللي حبي نقص الحلاوة بشكل جيد بسكرا لدينا ريت العلب ما تنقصوش السكر جبريفة من نقصوش السكر تحبوو تنقصو السكر بدا جوكم سامطين مدش كراباتي سير بديش هكا نقصوش وليد قوان في الدار كارما نقايا وليولا ما درت لهم السكر وبردان ديتك السكر اشتوني هنا ثلاثة سفار بيت درت لهم أخلطهم جيدا مع كستا سكر شئتا الأفغاني احنا نقولوا بلانشي ليش جون معلو سكر سافيك شغل حتي تبدلونه دفت لهم هنا كيبا كنت لحدو مية نقرام متاع مايزينا سون قرام متاع لا مايزينا مايو عادل تقدروا تقولوا تلتمغارف ونصف لا مايزينا اللي ما عندوش ميزان مية دو بريفينز ميزان يكتب عليكم سون قرام متاع لا مايزينا حركتهم جيدا معلو زيت لمشو حليب بش هدك السكر يدو بلا دمك هنا يزيتم معلوين أبري هدك الحليب تاي اللي غلالي فوق النار حكمتو بديت نزيد هنا غرب العقل شوفو ونحرك هده بش الصفار تاع البيت تاي نعقمو يبالي معقم مايقعدش خدر هده يا هده مش حبيت نفهمكم حركت كلش نعود نرجع كلش الكسرونة تاي ونرجعه فوق النار ونبدأ نحرك فوق النار نحرك فوق النار نحرك فوق النار هده حتى تعقلي لكلام باتي سير تاي بو خوتي ما لابري تقولوا لي ماذا عادة لي لابري ونرجعه فوق النار ونرى لدك لو وتعبو نوري لكم فوق النار هده قالوا لي يا ما لابريش أسكوا تعرفو و ما تعرفوش انا توجب مش نربح لوقت على فديو سوف تكون فوق النار ونحرك ومنا صورش بعد المذاكر ما تكمل لي فوق النار عمدي ونجيب ماي تحبو نوري لكم كي تكون فوق النار كون نحرك وهاديك تقولوا لي انا ما ما كتبش لقد قلت لك فيديو لا يوجد طويل لا تقلوش موشي برينا فوق النار ولا علاجه لكم سينا تحبو نوري لكم لا يوجد مشكلة كي عقدت لك كرام باتي سيرتاعي بدأت تبقبق لي فوق النار خليتها جزقاء كي يتبقبق وقعت نحرك تانيك بالفوي كي كملت لي وضعت لها مغرف كبيرة تحبو ديره مارقانين وضعت زبدة وغطيتها بابي افين كما كنت لاحظوه وخلوها تبرد لكم في دار سحارة الغرفة بعد اديروها في تلاتة حتى تبرد حتى الساعة حتى لا تخسروا في دار تاعكم بعد اديروها في تلاتة لازم تبرد لكم ملح هايليك بات سابلي تاعي شوفوا كيف شو بلت انا ريحت لي ساعة وعشر دقائق كي دي تلالة تريموني توجو نحب نديرها هنا في سابلي ونحب نديرها توجو في فليفون دو تارت تاوي حتى باش نغاول شوية يقعدوا انطاكت ما يطيحوا موالو تخليهم يقعدوا واقفين هذا ما كان ذوك حكم تلاتة سابلي تاعي حتى تفكر الملحون تلاتة يرشو توجو الفارينا من تحتة باش نتلسق لكم دائما نقول لكم ما تحلوها شرقيقة بززاف وما تحلوها شخشينا يجوكم شخشان يجو مع الجنين ما تحلوها شرقيقة بززاف يجوكم يابسين صافيك بين هادي وهادي ونقطع بززاف يقعدوا يكون شوية لليسان بززاف يجو تحبو تديرو ديركتمو في هادي ومبرجين تابكي هادي ونرمال تالي يدارتها لا تحادي نحب نختم بلسار سوها دوما يجوني خير هادي ومشحال ثمانية سنتيمات ثمانية سنتيمات القدرتها ولي قطعت به قدرتها وطناشن سنتيماتر هاكده بشي جوني سوا سوا حبطوا حتال تحت حتال تحت كما قلت لاحظو بيكيهم بلا فورشات ودخلوهم يضيبو على ميتين وعشرين درجة حتى تتوفوهم تحمرو لكم شوية نحول يسيرسو وزيدو شعلو لهم الفوق حتى يحمارو عزوهم بالصحة هنا نحن نطلع شوية شانتيي انا ما عندك هاش عندي كرام ليكي انا بودر شانتيي محش خدم بيها بزمان ما يتحتم الدوكة وخدمت بيها لغالب ديت نس كاس تحليم مع نس كاس بودر شانتيي الحليب يكون بارد طلعوهم جيدا بعد هذيك كرام باتي سيار لي كنا خدمناها وبردت زيتها فوق هذيك شانتيي ونخلطوهم كيف كيف باش ندير هات طريقة باش اللا كرام تارتو لها تتوي تجيني خفيفة شوفو كيكون نخدم فيها شوفو حل تجي خفيفة وجي جد بسيطة انا كنت زينت لكم الستة من قبل وهدو الستة رح نزينهم قدامكم شوفو ندير هكذا باش تدير لها فراز تجي مطيح للكمس لها فراز توجود ديروها داك في الوسط باش تقعد الفريزة توجود حكما روح شوفو كرام شحل تجي ليس تجي خفيفة وليا كلكم اللي تارتو لها هادو ما كامل يقول لكم الوصفة هادو مني ندرتوها قولوا لود انها ما انتشاف والد والا ادي تجي حاجات ماشي كمبليكي يقدر اي واحد في البيت ديرها ونحن نخدم حاجة شوال بروفيسيوني حسن نخدم تقاعدين دي لكم هذي كتار تولات ما انا كدبت عليكم بالزيت ما انا حبش كمتبت عليكم مع غرفة والا ما انا انا كمل زيين تكمل آطار تولات التويكية ماشيتوا معي طريقة تزيين جت بسيطة نارجل من الفوقة لنعجل ان هنطلق نارجل من قديم ونحن فوق النار ونسوا دي لابنو لتقوم برينة لا تكحل لكم ومعن نأكلهم في الثلاجة ومعن نأكلهم في الثلاجة حتى تتلقى مكتبين فوندوتر تتبعكم وستمتعوا لي بالمنس تقولوني والله ما نزيد عليها وليس هناك صايم جربوهم وقولوا لي في تعليقات على بل يحيط يعجبوكم بل بزاف وخاصة كيكونوا بردين وفي الصهرات